أهلاً وسهلاً بكم في صندوق العجائب رجاءً اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصرقوا من الأشرطة القادمة أريد أن أكلمكم اليوم عن النسخ في القانون الحديث والذي يسمى القانون الوضعي وهذه الحلقة تكملة للحلقة السابقة يثير موضوع الناسخ والمنسوخ في الإسلام كثير من التشنج اليوم ونلاحظ من قراءة السبعين تفسير قديم وحديث بأن المفسرين باستطناء حدد ضئيل جداً متفقون على وجود النسخ في القرآن بينما نجد في عصرنا عدد ممن لا ثقافة قانونية ولا فقهية لهم ينقرون وجود النسخ فهذا توفيق حميد وهو طبيب يرى أن مقولة النسخ في القرآن أكبر جريمة في تاريخ الإسلام وتوفيق حميد يظهر في كثير من القنوات ليعرض فكره في هذا الخصوص وسوف أعود لمقولته هذه لاحقاً ولكن للحق يجب أن نقول بأننا نجد تشنجاً مماثلاً لذا بعض المسيحيين فيما يحص الناسخ والمنسوخ في اليهودية والمسيحية سوف نتكلم عنهما في حلقة قادمة وقبل عرض النسخ في الشريعة الإسلامية نرى أنه من المهم تبيان النسخ في القانون الحديث الوضعي قبل الانتقال إلى النسخ في الأهد القديم أي الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين والأهد الجديد الكتاب المقدس عند المسيحيين ولو بصورة مختصرة قل النظم القانونية في العالم من الصين إلى الولايات المتحدة مروراً بروسيا وفرنسا وغيرها إذن قل النظم القانونية في العالم تفهم تعرف مفهوم النسخ الذي يطلق عليها اليوم عامة الإلغاء فالمادة الثانية من القانون المدني المصري تقول لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يجتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع هذا ما يقوله إذن القانون المصري القانون المدني المصري وموضوع الناسخ والمنسوخ والذي يسمى اليوم الإلغاء يدرس في كليات القانون ضمن مادة المدخل إلى علم القانون وسوف أعرض لكم كيف يتم تدريس الإلغاء أو الناسخ في المنسوخ في كليات القانون اليوم في كل دول العالم دون استثناء يعني إلغاء التشريع زواله وإنهاء العمل به فكما يستطيع المشرع أن يسن ما يشاء من تشريعات حين تدعو الضرورة فإنه يستطيع كذلك إلغاء التشريعات التي يرى أنها لم تعد ملائمة للأوضاع الجديدة في المجتمع والإلغاء إما أن يكون عاما بحيث يشمل جميع أحكام التشريع السابق أو جزئيا بحيث يقتصر على بعض هذه الأحكام من دون بعضها البعض ويتعين أن يكون التشريع الجديد الذي يتضمن إلغاء نص تشريع سابق صادراً عن السلطة ذاتها التي أصدرت النص السابق أو عن سلطة أعلى منها فالدستور هو أعلى التشريعات مرتبة ثم يليه التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ثم المراسيم والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية فكل نص من هذه النصوص يلغى بتشريع مماثل أو بتشريع أعلى منه ولكنه لا يمكن أن يلغى بتشريع أقل منه فالنص الدستوري يلغى بنص دستوري والنص التشريعي يمكن أن يلغى بنص تشريعي آخر أو بنص دستوري ولكنه لا يلغى بقرار إداري ولا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو يجتمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القضي أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقول الإلغاء صريحا حين يتضمن التشريع الجديد نص يقضي بإلغاء التشريع السابق أو بإلغاء بعض مواده وهذا الإلغاء هو أبسط أنواع الإلغاء أما الإلغاء الضمني فيقون في إحدى الحالتين التاليتين أن يجتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع نص التشريع القديم فإذا تعذر تطبيق النصين في آن واحد والعمل بهما معا فيقول النص اللاحق قد ألغى ضمنيا النص القديم أما إذا أمكن التوفيق بينهما فلا يكون النص اللاحق قد ألغى السابق وإنما يطبق كل منهما بالنسبة إلى الحالات التي تناولها في أحكامها ثانيا أن ينظم التشريع اللاحق من جديد الموضوع الذي سبق أن نظم قواعده التشريع القديم ويعد التشريع اللاحق في هذه الحالة قد حل محل التشريع القديم وإلغاء وإن لم ينص صراحة على هذا الإلغاء ومن أمثلة هذا النوع من الإلغاء حالة الدستور السوري على سبيل المثال الذي صدر عام 1950 فهو بالرغم من أنه لم ينص صراحة على إلغاء الدستور السابق له فأنه عد قد ألغاه ضمنا حتى بالنسبة لما يتضمنه من أحكام لا تتعارض مع أحكامها وفي أغلب الأحيان فإن التشريع اللاحق الذي يصدر لينظم من جديد الموضوع يتضمن عادة نص صريحا بإلغاء التشريع القديم في سويسرا يصوت الشعب تقريبا كل أسبوع على قوانين جديدة تنسخ قوانين سابقة أو بمعنى آخر تلغيها إما على مستوى الحكومة المركزية أو على مستوى المقاطعات أو على مستوى القرية الصغيرة ولا تشنج بتاتا في نقاش النسخ وطلبة القانون في سويسرا يدرسون موضوع الناسخ والمنسوخ أي الإلغاء فيما لا يزيد على عشر دقائق وحسب علمي لا يوجد أي كتاب مخصص لموضوع الناسخ والمنسوخ في القانون السويسري خلافا لما هو الأمر عليه عند المسلمين فعدد الكتب التي خصصت عندهم لهذا الموضوع كثيرة جدا يلاحظ هنا أن الفقهاء المسلمين يستعملون كلمة النسخ في كتبهم أسوة بالقرآن ولهذه الكلمة باللغة العربية معنيان المعنى الأول نقل نص النص والمعنى الثاني ابطالي مفعول حكم حكم كليا أو جزئيا بحكم لاحق وهذا هو المعنى الأخير الذي يهمنا في حلقاتنا هذه حاولت هنا في هذه الحلقة أن أوضح لكم موضوع الناسخ والمنسوخ في القانون الحديث ولا تشنج بتاتا في دراسته ويمر مرور الكرام ولا أحد يعترض على ذلك أما في التشريعات الدينية للأسف يتم مناقشة الموضوع بكثير من التشنج لأسباب واضحة أنهم يعتبرون أن من وضع القوانين الدينية هو الله فكيف يمكن له أن يغير رأيه فإذا وضع تشريعا فمن المنتظر أن يكون تشريعا سليما طول الوقت ولا يتراجع عنه لتشريع آخر لكننا سنرى لاحقا كيف حاول الفقهاء المسلمون تبرير النسخ في القرآن سنرجع إلى هذا الموضوع في حلقة قادمة هذه الحلقة هدفها فقط هو تبيان المنطق القانوني وكيف يدرس في كل كليات القانون من روسيا إلى الولايات المتحدة مرورا من الصين إلى الولايات المتحدة مرورا بروسيا وفرنسا واسفيسرا وغيرها لا أحد يعترض على فكرة الناسخ والمنسوخ في القوانين الحديثة بينما كما قلت لكم هناك من يتشنج عندما تطرح مشكلة الناسخ والمنسوخ في الديانة اليهودية أو الديانة المسيحية أو الديانة الإسلامية وهذا ما سنراه في حلقات لاحقة هذه إذن مجرد مقدمة للحلقات القادمة وسوف أكلمكم في الحلقة التالية غدا عن النسخ في العهد القديم العهد القديم يعني الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين ثم بعد ذلك سأكلمكم عن النسخ في العهد الجديد أي الكتاب المقدس عند المسيحيين أشكر من يتابع هذه الحلقة أرجوكم أن تكتبوا تعليقاتكم تحت هذا الشريط وسوف أرد عليها لاحقا شكرا أخي من بيت لحم أنا جدا سعيد بتواجدك فأنا عشت في بيت لحم ثلاث سنين حيث درست في مدرسة الساليزيان التي أكيد تعرفها تسلم أخي جبران إذن سنكمل في حلقات قادمة موضوع الناسخ والمنسوخ الذي أكتب عنه حاليا كتابا آمل أن يكون فيه بعض الفائدة وحال انتهاء آمل هذا الشهر سوف أضعه مجانا تحت تصرفكم باللغة العربية أتمنى لكم جميعا نهارا سعيدا لا تنسوا أن تعملوا لايك وأن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشريطة القادمة ما سلما ترجمة نانسي قنقر